عنف وفوضى ودماء تسيل في شوارع عدن وحضر موت التي خرج فيها المواطنون احتجاجا على ترد الخدمة والأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء قتيلان وعدد من الجرحى وعشرات المعتقلين في كل من عدن وحضر موت المجلس الانتقالي واجه الاحتجاجات في عدن باستخدام القوة المفرطة واطلاق الرصاص الحي حيث شن حملة مداهمات وعتقالات واسعة في مناطق كريتر والتواهي والشيخ عثمان في المكلة وفي مديريات اخرى بحضر موت انتشرت الاحتجاجات وواجهتها السلطة المحلية باطلاق الرصاص الحي مما اوقع قتيلا وعددا من الجرحى الموقف الحكومي لم يغادر مربع الصمت والغياب وترك الشارع دون غطاء او حماية او وعود باصلاح الخلل على اقل تقدير المجلس الانتقالي قفز على الاحتجاجات في عدن بالدعوة لخروج انصاره في المحافظات الجنوبية لرفع المطالب ذاتها التي قمع لاجلها المحتجون في عدن الانسحاب الحكومي الكل من تحمل المسئوليات جعل من المواطنين فريسة سهلة للميليشيا في الجنوب كما هي كذلك في المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تساقطت وعود الحكومة ومن خلفها التحالف السعودي الاماراتي بالعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ولم يبقى لحكومة معين عبد الملك من موطئ قدم بعد ان ارتضت البقاء حبيسة الجدران في الرياض بينما المواطنون بين فكي المعاناة الاقتصادية وسطوة الميليشيات على الارض